في الوقت الذي تنشغل فيه الأحزاب الكردية في المفاوضات الماراثونية فيما بينها لتقاسم الكعكة في منطقة الجزيرة والفرات تبدو الأغلبية العربية في المنطقة الصامتة تراقب ما يحدث دون أن يكون لها تأثير على أرض الواقع وعلى ضوء ما يجري في المنطقة وما تخطط له القوى الدولية والمحلية والتجاهل وتغييب المكون العربي أصدرت مجموعة من الشخصيات المعارضة ووجوه القبائل وضباط المنشقين بيانا دعوا فيه لوحدة الصف العربي ليكون لهم مساهمة فعالة في المنطقة الشرقية فتحت عنوان نداء من أجل تحالف عربي في منطقة الجزيرة والفرات تم إصدار هذا البيان الذي اعتبر أن المشروع الوطني السوري بات الآن ضرورة ملحة وخيارا وحيدا أمام الملايين من عرب المنطقة الشمالية الشرقية السورية بمحافظاتها الثلاث الرقة ودير الزور والحسكة الذين أصبح مستقبلهم مجهولا لا يتحكمون بنسج خيوطه بأنفسهم فتحولوا إلى رهائن مختطفين لا إرادة حرة لهم وحدد البيان المعايير التي تنطلق على أساسها هذه الدعوة والتي منها تحقيق تطلعات المواطنين العرب في المنطقة الشرقية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية التجديد على أنه لا يمكن لأي تفاهمات منفردة مهما كانت مدعومة من أطراف دولية معينة أن تصمد دون القرار العربي في الجزيرة والفرات وعلى أن أي تجاهل للقرار العربي إنما هو تدمير مباشر للأخوة العربية الكردية في المنطقة البيان أثار حفيظة عدد من السياسيين والإعلاميين الأكراد الذين رأوا أن مصدري هذا البيان أزعجهم الحوار الكردي الكردي وأنهم يخشون من أن أي اتفاق يمكن أن يفضي إليه على حسب وصفهم ولم يذكر الدوافع التي جعلت هذه النخبة تصدر هذا البيان ولا العوامل التي جعلتهم يطلقون نداءهم ولا سياسة التغييب والتجاهل التي تمارسها الأحزاب الكردية بحق المكون العربي اشتركوا في القناة